موسيقى حلقة جديدة من سوريا اليوم وفيها أزمات اقتصادية متزامنة تضرب مناطق النظام ودعوات إلى إضراب وتركيا توضح موقفها من التعاون مع نظام الأسد والمجموعة الدولية في باريس تجتمع لحجد الدعم لأوكرانيا ومساعدتها في محورنا الأول أزمات متثاقمة ومتتالية في مناطق سيطرة نظام الأسد لا محروقات ولا مواصلات ولا خبز ولا كهرباء ولا حتى أبسط مقويمات الحياة يبدو أن الأمور أخرجت من سيطرة الأسد فالأزمة الحالية هي الأسوأ على الأهالي والأوضاع أصبحت مأساوية وسط دعوات إلى إضراب وعصيان مدني في محاولة للضغط على الأسد لإيجاد حل لهذه الأزمات التي تخنق المواطنين فإلى أين تتجه الأمور وما هي خيارات النظام وما هي ردة فعل الأهالي في محورنا الثاني مشاهدين من جديد يفتح وزير الخارجية التركي البابة أمام تطورات العلاقة بين أنقرة ودمشق والاستعداد للعمل المشترك مع النظام السوري في حال تصرف بواقعية بعدما شهدت الأسابيع الماضية كثيرا من التحليلات والتكاهنات بمحاولات التقرب بين الطرفين في ظل التصحيحات المتراحقة للأتراك حيال الملف السوري يبقى التساؤل موجودا عن الأهداف المجروة من تلك التصحيحات فما مستقبل العلاقة بين أنقرة ودمشق بعد سنوات من التوترات تعقد المجموعة الدولية في العاصمة باريس مؤتمرا لحجد الدعم لأوكرانيا ومساعدته على تحمل الشتاء والمساعدة في التحضير لإعادة الأعمار وتتناول هذه القمة مجالات أساسية هي الطاقة والمياه والغذاء الصحة والنقل شارك في المؤتمر 70 وفدا من دول ومنظمات دورية بينهم عدة رؤساء حكومات ووفق وزيرة الخارجية الفرنسية فإن المؤتمر أتاح جمع هباة بنحو مليار يورو لمساعدة السكان في تحمل فصل الشتاء في بلد دمرت الضربات الروسية منشآته للطاقة فهل يكفي هذا الدعم ما دمرته الحرب الروسية؟ أطلق ناشطون سوريون دعواتا لإضراب عام واعتكافا في مناطق سيطرة النظام احتجاجا على غياب الحلول وسط الحالة المزرية التي عصفت في البلاد وغياب أي حلول مرتقبة تتكاثر الأزمات في مناطق سيطرة النظام وسط أزمات متتالية غير مسبوقة أخرجت الأمور عن السيطرة فلا كهرباء ولا ماء ولا أبسط مقاومات الحياة شلل خدمي واجتماعي ضرب البلاد وسط غياب أي إجراءات تخفف من وطأة الأزمة على المواطنين تخرج الأمور عن السيطرة فلازمة الراهنة هي الأسوأ على الإطلاق والوضع أصبح لا يطاق وسط دعوات إلى إضراب عام وعسيان مدني في مناطق سيطرة النظام ضمن ردات فعل متوقعة لما آلت إليه الأمور في محاولة للضغط على النظام من أجل إيجاد حل لهذه الأزمات الخانقة التي تعصف بالبلاد والأهالي موقع صوت العاصمة قال إن سوريين بدأوا يتداولون دعوة للإضراب والإغلاق العام احتجاجا على ترد الأوضاع المعيشية ونشر نص الدعوة التي بدأت بالوصول إلى الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ أيام يوضح أصحاب الدعوة في النص أنهم مجموعة من السوريين في الداخل والخارج يعلنون عن تصميمهم للمشاركة ودعم الإضراب العام في سوريا مشيرين إلى أن الإضراب يشمل ثلاثة قطاعات أساسية محلا وشركات تجارية والجامعات والقطاع الحكومي باستثناء القطاع الصحي والطوارئ في الأحاديث الجانبية والغرف المغلقة يتحدث بعضهم عن هذه الدعوات وسط تخوفات من تبعاتها فالأمر لا يقتصر على الطرد من وظيفة لا تسمن ولا تغني من جوع ولكنه حتما سيصل إلى الاعتقال أو ربما أبعد من ذلك حول هذا الموضوع معنا في الأستوديو المحلل الاقتصادي والمالي الدكتور فراس شعبو كما ينضم إلينا من غازي عنتاب الكاتب الصحفي أحمد مظهر سعد ومساء الخير لكم دكتور فراس دعوات لإضراب وعصيان مدني واعتكاف في المنازل ليشمل جميع المحافظات السورية لا نود النقاش هذه الدعوات بقدر ما نود أن نناقش الواقع الذي يعيشه اليوم السوريون في مناطق سيطرة النظام إلى أي حد يمكن أن يؤدي هذا التدهور والتردي في الأوضاع المعيشية والاقتصادية إلى الانفجار تحية طيبة لكم الأستاذ المشاهدين يعني اليوم نحن نحكي على بلد فيه نظام دكتوري يعني يدمر بلد من عدة سنوات من نسبة البطالة تجاوزت 83% 90% من شعب السوري تحت خط الفقر الأمن الغزاء إلى ثلثين شعب السوري مهدد الأمن الصحي والأمن التعليمي في الحد الأدنى الناتج المحلي الإجمالي إن خفض ما يقارب 67% خلال هذه السنوات الليرة تجاوزت 6 ألاف الاحتياط النقدي الأجنبي في المصرف المركزي أصبح لا يكفي لتأمين الحد الأدنى لمقويمات الحياة لا نقول مقويمات الحياة استمرار تقديم الخدمات الأساسية ولم يصلوا إلى حد الأدنى اليوم هناك تخفيض كبير جدا في ظل هذا هناك سطو أمنية شديدة في ظل هذه الأوضاع كان لابد من حال اقتصادية تددعى بشكل كبير يعني النظام فقد مقويمات القدر على القيام بأي تدخل اقتصادي المصرف المركز عاجز تماما على أي تدخل فقط يصدر تقارير يومية بأسعار الصرف ليس له أي دور آخر السلطات الأخرى مغيبة تماما الخدمات مياه كهرباء كلها مغيبة اليوم هذا على مدة عدة سنوات كانت الأمور نوعا ما تسير بشكل أو بآخر هناك قدرة على التأقلم لدى الشعب السوري ولكن منذ بداية العام 2022 بالتحديد اتخذ النظام خطوات تقشفية إضافية ومنها كانت إزالة الدعم إزالة الدعم أجت على شقين تخفيض الدعم ككميات وإزالة جزء كبير من الشعب السوري ربع الشعب السوري تم إزالته من الدعم من الواح الدعم فبالتالي هناك انخفاض في الكميات كان لك 200 لتر ثم 100 لتر ثم 50 لتر حتى 50 لتر أصبحت غير موجودة نفس الموضوع بالنسبة للبنزين بالنسبة للكهرباء أصبحت لا تأتي بالمطلق ساعة أو ساعتين المياه هناك مشكلة الخبز هناك لكل شخص رغيفين في اليوم هذا الأمر لعب عليها نظام في فترة ببداية العام 2022 بسبب الموازنة التي تبجح فيها وأنها تجاوزت 8 رليون ليرة ولكنها في الحقيقة لا كانت مدما لم تسوى شيء مع ارتفاع العام في الأسعار وزيادة نسبة الضرائب رفع الدعم عن الأسمدة رفع الدعم عن المحروقات رفع الدعم عن الأدوية زيادة الضرائب رفع الرسوم الجمهوركي وبالتالي هذا انعكس بشكل كلي على الوضع الاقتصادي لذلك من الطبيعي اليوم أن نشهد حالة التقشف التي يعيشها النظام وحالة الضيق الاقتصادي التي يعيشها المواطن أنت تتحدث اليوم عن شخص كيف يأتي وقع هذا الضيق وهذه المشكلات المتعددة التي عدتها قبل قليل على المواطن السوري باعتقادك حالة الغضب الموجودة اليوم في الشارع السوري إلى أي حد يمكن لا سيما في السويداء إلى أي حد يمكن أن تنسحب إلى مناطق أخرى وسط هذا الضيق الاقتصادي الذي يعيشه السوري يعني أعتقد أن من يعيش في سوريا اليوم مدرك تماما هذه الحسابات مختلفة مدرك تماما لحجم الواقع الاقتصادي المزري وهو عندما تحدث له ويقول لك فعلا الوضع الاقتصادي سيء ولكن عندما نصل إلى موضوع معين يقول لك لا البعض طبعا أن الرئيس سوف يتدخل وسوف يغير وسوف يقوم ما زال هناك هذه الفئة التي تنادي بهذه الإصلاحات للأسف هم موجودون بكثرة الواقع الاقتصادي عكس يعني هناك اليوم في سوريا مسموح لك أن تصل إلى الوزير رئيس الوزارة دون ذلك لا تستطيع أن تكلم ولا حتى اليوم الميليشيات وحتى الأفرع الأمنية لا تستطيع يعني أنا كمواطن لا أستطيع تكلم عن هكذا فئات والتعفيش الذي يحصل والتشبيح المالي والترفيق يعني تصور اليوم في سوريا والتي يسيطر على النظام على جزء كبير منها أنت اليوم إذا تريد أن تنقل بضاعة من حلب إلى دمشق يجب عليك أن تدفع ترجع إلى شركات الترفيق ترجع إلى ترفيق وهذا رجعت إلى خلفيتها تجد أنها تابعة لأحدى أفرع النظام أو أحدى ميليشيات النظام أو الواجهات الجديدة هذا ينعكس على الوضع الاقتصادي ينعكس على التجار شهدنا كثير من التجار في بداية في نهاية عام 2021 كيف بدأوا بالهجرة من الداخل السوري إلى الخارج بأموالهم هذا الأمر لأنهم يأسوا هم كانوا مؤيدين أنهم يأسوا من الواقع الاقتصادي سأعود إليك للحديث عن هذا الشق المتعلق برجال العمال والصناعيين أرحب بك مجددا أحمد مظهر سعده اليوم لو أردنا مقارنة هذه الفترة التي تتخللها دعوات للإضراب والعصيان المدني بفترات سابقة خلال السنوات السابقة جاءت فيها كذلك دعوات مشابهة ما الذي يختلف هذه المرة وكيف تقرأ هذه الدعوات التي خرجت من السويداء كل التحية لكم جميعا وللمشاهدين أيضا أنا باعتقادي أن الفرق كبير بحالة الخراب والفوات التي أوصل هذا النظام فيها الشارع السوري عندما خرجت الدعوات الأولى للثورة السورية بـ 2011 ثم لاحقتها السنوات التي تلت كانت الأمور صحيح في حالة من الانحدار فضيعة لكن اليوم باعتقادي لم يسبق لسوريا أن عاشت كما تعيشها اليوم حالات معيشية ضنكة هناك وضع اقتصادي غير مسبوخ في التاريخ ليس هناك أي حاجة مؤمنة كما أسلف الضيف كون الكريم لذلك في فرق كبير الحالة هي حالة إفلاس حقيقي بكل ما تعنيه الكلمين وأنا باعتقادي أن المسألة هي ذاهبة باتجاه انهيار كامل في بناء الدولة وبناء المؤسسات التي يفترض أنها تابعة للدولة لكن اليوم الحالات التي تدعو لها في السورية ماذا لو تم المصول إلى هذا المستوى مستوى الانهيار الكامل للبناء التحتية يعني أنا باعتقادي هذا النظام وتركيبته وما نراه من خلال الاطلاع على ما يجري في الداخل السوري هو ذاهبا بهذا الاتجاه لكن هل يمكن هذا النظام أن يستسلم وداعميه الذين تخلوا عنه رويدا رويدا سواء كان في إيران عبر وقف الخط الاعتمالي أو الروس الذين هم منشغلون اليوم في الوضع في أوكرانيا طبعا الإيران أيضا منشغلون في أوضاعهم الداخلية من خلال المظاهرات هل يمكن أن يتخلوا عنه كلية أنا باعتقادي أن المشروع فارس الطائف للمنطقة الذي ما برح يساهم باتجاه الهيمنة على المنطقة برمتها وقد كان له ما كان من خلال الهيمنة على الواقع والجغرافية السورية لذلك ليس من البساطة أن يتخلى أو أن يسمح لهذا النظام بالانهيار الكامل طيب هذا عن أصدقاء النظام ماذا عن الشعب أحمد مظهر سعدو هل يخرج احتجاجا على الأوضاع المعيشية هل الظروف مواتية وتسمح له بالتحرك في هذه المساحة الاحتجاجية لا شك من خرج في السويدة يمكن أن يخرج في محاوزات أخرى لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن القمع سيكون أكبر والخوف وثقافة الخوف المتجذرة داخل الناس أصبحت أكبر وأكبر وبالتالي المسألة عندما تصل إلى حالة من الانهيار الفضيع والانهيار الكامل طبعا لا أمام هؤلاء الناس إلا الخروج في مواجهة هذا النظام والإسقاط هذا النظام لكن باعتقادي أنه لن يتراجح هذا النظام شبحتهم ما زالوا يستفيدون من هذه الأزمات كل هذه الأزمات التي تعصف في المواطن يستفيد منها تجار الحرب وشبحت النظام وهم المستفيدون الوحيدون من خلال ما يجري في سوريا وبالتالي هم سيعضون على النواجز كما يقال وسيحافظون على وجود هذا النظام لأنه أدات من أدوات الابتزاز والاستثمار في الناس وفي موارد البشر وفي كل شيء في سوريا وبالتالي أنا بتصوري أن المسألة الذاهبة للانهيار نعم لكن ليس هناك تفاول كثير بأن هذا الواقع سوف يؤدي إلى حالة من إزاحة النظام أو انزياحات معينة تغير في وجه الحالة السياسية والجيوسياسية في المنطقة برمتها أمام واقع كما نعرفه ليس هناك في اهتمام بالواقع والشأن السوري الداخلي ليس هناك حالة من التخلي والخذلان حقيقية من حتى أصدقاء سوريا بكل أسف وهناك أيضا حالة من الهامشية بالنظرة إلى الواقع السوري الذي يعاني سواء كان في دمشق أو حلب أو أي منطقة في سوريا هناك هذه الحالة في كل المناطق في السوريات الثلاث يعانون من سلطات الأمر الواقع وسلطات نظام الأسد المتشابهين فيما بينهم ولكن اليوم نعم سعود إليك أحمد مظهر سعدو اليوم دكتور في رأس الأزمات المعيشية لا تطال أو هذه الضائقة الاقتصادية لا تطال فقط المواطن السوري إنما شملت حتى البنى التحتية المدارس المستشفيات يعني تابعنا كيف لا يستطيع الموظفون الذهاب إلى عملهم حتى رجال الأعمال والمصانع كما كنت تتحدث طالهم هذا التدهور والضائقة الاقتصادية بس معلومة اليوم النظام أعلن عن عطل أيضا أخرى من 25 إلى بداية العام لتخفيف الضغط على النفقات أنت اليوم عندما تحدث عن المحروقات التي تشكل عصب الاقتصاد المحروقات تدخل في الحياة الاقتصادية تدخل في الحياة التجارية تدخل في الحياة الصناعية تدخل في الحياة التعليمية تدخل في الحياة الصحية هناك عدة مشافي على وشك الإغلاق هناك مجموعة من الأفران أصبحت تغلق وتستهلك ربع تنتج ربع أنتاجها كونها لا يوجد محروقات أنت اليوم في حالة تعليمية يرثى لها بالأساس فما بالك في وزر عدم وجود الطاقة قد نتحول إلى التعليم الأونلاين بالنسبة للإنتاج وهو هنا الطامي عندما لا يوجد لهذا المنتج المحروقات التي تساعده هذا الإنتاج فأنت هنا سوف يضطر إلى الحصول عليه من السوق السوداء أو من الخارج وبأسعار خيالية مما ينعكس على سعر المنتج سعر المنتج هذا أصبح مرتفع جدا إيصاله إلى المستهلك أصبح مرتفع لأن المحروقات أصبحت مرتفعة فيصل إلى المستهلك بسعر خيالي المشكلة أيضا أن الليرة السورية خفضت بشكل كبير وقد يؤثر على قدرة شرائية للمواطنين والمواطن أصبح غير قادر على الشراء هذه السلع لأن أولويات المواطنين تختلف اسبوعيا أو يوميا نتيجة التضخم الحاصل في سوريا وبالتالي سوف يكون هناك مشكلة في الطلب ثم تتحول إلى مشكلة في العرض أي توقف المعامل بطالة كوالس اقتصادية عند هذه النقطة فقط للتوضيح قبل ذلك العطلة من 25 إلى بداية العام تحدث النظام بأنها بحجة الأعياد أعياد الميلاد ورأس السنة ولكنها جاءت يعني أسعب مدرك لأن النظام هذه لأول مرة اعترف بشكل علني في العطلة السابقة أنه ليس لديه القدرة على تأمين الاحتياجات وهناك تخفيض من أحد التهكمات أن مكتب دفن الموتى في طرطوس طلب من المؤسسات الحكومية التبرع بـ 25 لتر فقط للسيارة رئيس غرفة السياحة في طرطوس طلب التبرع للمتخيات المشكلة الأكبر أنه لم يضع حد زمني أو مدى زمني لحل الأزمة بتركها مفتوحة أي الموضوع طويل جدا اليوم تم الحديث عن شحنة نفط إيرانية جديدة حمولتها مليوني برميل ستكفي كم يوم وهل وصلت هذه الشهر احتياج سوريا 6 مليون برميل شهرية شهرية ما تنتجه سوريا لا تجاوز 15 إلى 20% من احتياجها كان يتم الاعتماد على الخط الاعتماد الإيراني والتهريب الذي يحصل من شرق سوريا ومن العراق ومن لبنان أيضا ولكن هذا الأمر تغير بشكل كبير جدا خاصة مع ارتفاع أسعار النفط عالميا نعكس هذا الأمر على النظام بشكل جلي وأصبحت الأمور أكثر خطورة أما ما يتحدثون عن شحنة وناقلة أنت تتحدث عن دولة 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 لها مؤسسات لها قطاعات هذه صدقا هذه الشحنة وهذه الحمولة سوف تستفيد منها بالبداية المشاءات العسكرية ثم شبيحة النظام ثم ما مخصص هو للمستهلكين أو للمدنيين سوف يتقاسمونه أزلام النظام ويبيعونه بالسوق السوداء يعني كيف تفسر عدم وجود محروقات لدى الدولة ووجودها في السوق السوداء بكميات كبيرة كيف تفسر في هذه الأوضاع ترخيص شركة نفطية خاصة تبيع النفط طبعا هي تابعة لمجموعة القاترج كيف ذلك كيف تم ذلك المشكلة أن البعض يتحسس عن خسخصة هذه ليست خسخصة الخسخصة أمر جيد صحيح ولكن هذا احتكار أعطي هذا القطاع لجهة معينة وأخذ مقابل على هذا الاحتكار الذي يأخذه وبالنهاية يقوم بتنمية القطاع هم يعطونه هذه القطاع بالمجان يعني لا يساق طبعا أتكلم عن مؤسسات دولة لا يعود شيء إلى الدولة هناك أفراد مستفيدين وعناصر ميليشيات أكيد ستكون مستفيدة من هذا الوضع برأيك اليوم أستاذ أحمد ما هي خيارات النظام في التعامل مع حالة الغضب التي تشتاح الشارع احتجاجا على ما وصلت إليه الأوضاع يعني باعتقادي أنه سيعمل جاهدا على إعطاء مسكنات إن صح التعبير كحال هذه ناقلة النفط الإيرانية التي قد لا تصل أيضا نتيجة التهديدات الإسرائيلية بعد أن سبق وضربت إيران ناقلة نفط يقال أنها شارك فيها إسرائيل قبل الشهر الماضي باعتقادي أنه قد لا تصل وكما أنه أيضا حتى عبر التهريب من خلال العراق أو حتى القافلات الصهريج التي تأتي من إيران عن عمطري العراق إلى سوريا التي تم ضربها منذ شهر تقريبا أيضا على الحدود السورية العراقية قد لا تصل لكن مع ذلك سيكون هناك بعض المسكنات إن صح التعبيري اليوم من الممكن أن يكون هناك توافقات وتفاهمات مع قسد حتى يستطيع هذا النظام أن يجلب بعض النفط وهو قليل جدا كما قال الضيف لا يمكن أن يفئ بالغرض لكن بالتأكيد سوف يستمر موضوع وجود في أماكن لها علاقة بالشبيحة واستثمارات أو ابتزازات للناس وغلاء طبعا فاحش جدا سيكون هناك استمرار لحياة هذه النظام إن صح التعبير حتى يقال أنه ما زال موجودا لكن بالتأكيد لا خيارات حاليا أمام هذا الواقع المر الذي هو أوصل الناس إليه وهو مستمر في ذلك طبعا هناك بعض القضايا السياسية تطرح أيضا أنه هل من الممكن نتيجة هذا الواقع الاقتصادي الصعب أن يأتي إلى الموافقة على قدر الخطوة خطوة التي طرحها جيربيدرسون قبل ذلك عليه وعلى المعارضة يعني من الممكن أن يتحرك بهذا الاتجاه لكن لا أعتقد أنه جاد أو صادق في موضوع في هذه الناحية يقول السوريون لا يوجد أبرع من النظام في شراء الوقت باختصار شديد بدقيقة واحدة الدكتور فراس الغريب أعلان وزير التجارة الداخلية والمستهلك عمر سالم تشكيل لجنة اقتصادية مصغرة لتمويل مصرف سوريا المركزي هل قرأت هذا الخبر وما تعليقك عليه؟ مصرف سوريا المركزي اليوم تمويله من قطع الأجنبي أكيد لا يسيعقل أن تمويله من العمل المحلولية من العمل السورية خزائنهم منتلئة ولكن تمويلهم من قطع الأجنبي هذا مؤشر أن القطع الأجنبي في الداخل السوري في مرحلة يرثى لها تماما هناك استنفاذ تام للقطع الأجنبي لذلك نشاهد مشاكل من المحروقات إلى الغزاء إلى المياه يمكن أن نتوقع حملة فساد لتمويل هذا العجز لا تستغرب اليوم أنت في دولة يحكمها مجموعة من الأشخاص الذين لا تربطهم أي مبادئ لا بأعوانهم ولا بأعدائهم سنستنف النقاش معك الدكتور فراس شعبو لكن في محور آخر أشكر وأودع الكاتب الصحفي أحمد مظهر سعد وكان معنا من غازي عنتاب مشاهدين بعد حاصل قصير محور آخر ابقوا معنا شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة